بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في data types الخاصة بلغة الجافة أو أنواع البيانات خلنا نشوف الآن ما يسمى بالtype casting أو التحويل من نوع بيانات إلى نوع بيانات آخر خلني أكتب لك الاسم هنا يسمى type casting هو مفهوم مهم جدا جدا يمكن يتكرر معنا حتى لما تيجي الـ objects وذا فيما بعد طيب وش المقصود بالtype casting الآن أنت عندك الآن أول شي خل نذكرك بترتيب حجم أنواع البيانات عندنا أصغر شيء byte أكبر شيء double وهذا هو الترتيب مضبوط قلت لك أنا لما تيجي تحول من byte short من short inch inch long ما عندك مشكلة أو لما تيجي تسوي type casting من البايت للشورت للشورت للانت تسويه الجافة لك بشكل أوتوماتيكي شمعنى الكلام هذا خل نشوف البرنامج هذا بشكل سريع الآن عندك هنا هذا البرنامج فيه variable اسمه X قيمته 10 من نوع byte عندك variable اسمه Y والvariable هذا أخذ قيمة X إذن خل نشوف الميموري عندنا هنا في البرنامج هذا حتى نفهم وش اللي جالس يصير وش معنى كلمة type casting طيب هذا هو البرنامج عندنا الآن خل نشوف كيف تنفيذ البرنامج أول شي يجي الكمبيوتر هنا ينفذ طبعا byte X gets 10 فهذه هي الميموري الكمبيوتر يجي يعرف لنا variable اسمه X والvariable هذا من نوع byte طبعا حاجمه يكون صغير جدا يعني ثمانية بيت فقط بعد كده يجي الكمبيوتر ياخذ الرقم 10 اللي عندنا هنا ويخزنه في الvariable X تمام حلو الآن يجي الكمبيوتر ينفذ السطر اللي بعده السطر اللي بعده وش يقول يقول عرف لي variable اسمه Y من نوع int فهذا ال Y خلنا نخليه أكبر لأن ال int أكبر من ال byte مضبوط فهذا ال Y تمام من نوع int ثم بعد كده حط لي قيمة ال X في ال Y الكمبيوتر الآن عنده نوعين من البيانات وليس نوع واحد خل نرمز للشيء هذا نضع مثلا علامة أو حاجة نقول هنا مثلا مثلا B مضبوط وهنا نقول I بمعنى أنه هذا byte وهذا int لما يجي الكمبيوتر يشيل قيمة من ال byte يحطها في ال int يقول لك هل ممكن أني أحط قيمة من نوع byte في مكان من نوع int نعم لأن ال int أكبر مهما كان العدد اللي في ال byte ال int رح يوسع رح يكون واسع له وكافي له فيجي الكمبيوتر مباشرة يضع العشرة هنا العملية اللي تمت الآن مضبوط هي نسميها ب هي ما سميناها ب type casting أو التحويل من نوع بيانات إلى نوع بيانات آخر خلنا نكتب العملية هذي زين نسمي العملية هذي ب type casting type casting طبعا type casting نوعين النوع اللي شفناه هو المسمى implicit مضبوط أو ضمني أو يعني من السياق الكمبيوتر قال لك من السياق ضمنيا يعني أقدر أحول من ال byte لل int ما عندي أي مشكلة تحول لك الكمبيوتر ثماتيك من ال byte لل int إذن دائما نستطيع أن نحول من byte لل short من short لل int من int long وهكذا نستطيع أنه نقف زين نحول من byte all the way إلى double نستطيع أن نحول من byte لل double خلنا نجرب هذا في برنامج في الإكليبس ممكن هنا نقول هذا byte مضبوط نبغى ننحوله إلى variable y اللي هو عبارة عن double زين ما عندك أي مشكلة تقدر تحول مثلا أفرض أنه هذا int هل تقدر تحول ال int لل double تقدر تسند ال int إلى double مضبوط نعم تقدر تسند ال int إلى double إذن في أي عملية إسناد في أي عملية إسناد إذا كان إذا كنت بتسند variable إلى variable مضبوط أو تسند قيمة إلى variable لابد أنه data types تكون متوافقة زين لابد أن data types تكون متوافقة هذه عملية مهمة جدا إذن لابد أن نكتب القاعدة خلنا نكتب لك القاعدة هذه مضبوط هنا نقول أنه نقول أنه في خلنا أكتبها بلون كده مميز زين في عملية الإسناد لابد أن تكون أنواع البيانات متوافقة زين؟ يعني مثلاً من byte إلى short أو من short إلى end بمعنى أنه الكمبيوتر implicitly بشكل ضمني بشكل أوتوماتيكي رح يحول لك من واحد إلى الثاني نجرب هنا مثلاً تجربة أخيرة مثلاً نقول والله هذا مثلاً هذا float زين؟ الـ x وال-y double ما عندك أي مشكلة تسند float إلى double ما عندك أي مشكلة تمام؟ هذا الشيء برضه موجود في اللترالز هذا الآن قلنا اللترال العدد اللي ما فيه فاصلة ما فيه أي شيء هو من نوع انتجر فأنت الآن لترال من نوع انتجر جالس تسنده إلى variable من نوع float ما عندك أي مشكلة أفرض عندك هنا مثلاً لترال من نوع float مثلاً خلنا أخذ أو من نوع long مثلاً مثلاً 100L زين هذا لترال من نوع long هل تستطيع تسنده إلى variable من نوع double؟ نعم لأنك دائم جالس ترقى جالس ترقى في سلم الـ data types الموجود عندنا هنا فمدامك ترقى ما عندك مشكلة السؤال الآن هل تقدر تنزل ولا لا؟ هل تقدر تنزل ولا لا؟ وهذا هو ما يسمى النوع الثاني من الـ type casting وهي يسمى explicit وراح أكتبه بالخط الأحمر explicit مضبوط وأكتبه بالخط الأحمر لأنه خطير زين؟ هذا متعمد خلنا أكتبه ونقول متعمد مضبوط ليش أقول خطير؟ لأنه ممكن تخطي في الحالة هذه أن تفرض على الكمبيوتر أنه يحولك من نوع بيانات كبير إلى نوع بيانات صغير وتقول للكمبيوتر تقول أنا أتحمل النتائج تمام؟ هذا هو المعنى تقول أنت الكمبيوتر تقول أبغاك تحول لي من نوع بيانات كبير إلى نوع بيانات صغير وأنا أتحمل الناتج كيف تسوي الـ explicit typecasting؟ خلي نشوف هنا مثلا في المثال هذا ولنفرض أنه عندنا هنا هذا الـ variable x من نوع مثلا long زيان؟ والـ variable y من نوع int long أكبر من الـ خلي نقول الـ variable y من نوع int والـ variable x من نوع int والـ y من نوع byte تمام؟ زيان؟ طبعا وهنا نبغى نسند الـ x إلى الـ y مضبوط الآن الكمبيوتر جاء أعرف لك variable x حط في القيمة 10 بعد كذا جاء يسند الـ x إلى الـ y قالك آه وقف أصبر زيان خلي نشوفها ممكن نشوفها في الميموري لو جينا نشوفها في الميموري عندنا هنا نشيل هذا خلنجي نشوف كيف تكون الميموري هذا الآن هذه الميموري عندنا هنا مضبوط هذا الـ variable x حجمه كبير هذا الـ x وهذا الـ y حجمه صغير لأنه هذا byte وهذا int مضبوط ممكن أحط لك هنا العلامة اللي ذكرناها قبل هذا int وهذا byte بي مزين فهذا الـ two variables الـ x والـ y فالآن الكمبيوتر حط 10 في الـ x فخلنا نحط 10 في الـ x مزين نحط 10 في الـ x فهذا الـ x في 10 مضبوط وهذا طبعا الـ y الآن جاء الكمبيوتر يبيأخذ العشرة دي وحطها في الـ y قالك هذا تراه كبير وهذا صغير مزين فما أضمن لك العملية فلذلك رفض الكمبيوتر قالك ما أقدر ما أقدر أسوي العملية هذه رفض أنه يحول من الـ x للـ y لكن أنت تستطيع أنك هنا تفرض عليه تقول لا أبغى الـ x يتحول بايت وبعدين قيمة الـ x تتحول بايت وبعدين تحطها في y مضبوط فتفيجي الكمبيوتر يقولك مدام أنت تبغى الشيء هذا ما عندي مشكلة أخذ العشرة دي مضبوط وأقص أقصها بحيث أنها تكون تضبط على هنا عندك 32 bit هنا عندك 8 bit مضبوط أو هنا 4 byte هنا 2 byte 1 تقولك قصها وحطها هنا فطبعا بما أن العشرة حيننا خبرين أن العشرة تضبط مع البايت فما رح يصير شيء لأنه قصها الكمبيوتر تمام لكن أفرض الآن أن القيمة ليست 10 وإنما 1000 تمام زين خلنا نطبع الآن نشوف شي يصير خلنا نطبع run as Java Application أو عفوا ما في هنا طباعة نطبع قيمة ال-Y هنا خلنا نفذ البرنامج آه طلع لي ناقص 24 شي غريب جدا زين طلع ناقص 24 ليش وش اللي صار الكمبيوتر جاء هنا وشال لي العشرة هذه طبعا الكمبيوتر حط لي 1000 هنا مسند لل-X بعدين لما جاء ال-Y أخذ ال-1000 هذا زين وقم يقص منه طبعا 3 خلنا كيبيوتر عنده 1000 الآن كيبيوتر عنده 0 1 1 0 وهكذا مضبوط 32 بيت فجاء يقص قص جزء من 32 بيت جزء كبير هذا 8 بيت هذا 32 بيت فقص 24 بيت ف24 بيت طارت مضبوط بقالك 8 بيت فقط من ال-24 بيت لما بقالك 8 بيت هذه زين ما تدريش يطلع لك ما تدريش يطلع لك بالـ 8 بيت يطلع لك الرقم غريب جداً وهو ناقص 24 الرقم هذا لما جينا هنا طلع لك الرقم ناقص 24 وليس 10 تمام؟ خلنا نكتب الرقم هذا مرة ثانية ناقص 24 تمام؟ فإذاً لما جينا نحول من int إلى بيت وطلبنا من الكمبيوتر غصب وكنا مخطين حدثت المشكلة هذه وهذه المشكلة تسمى integer integer over flow بمعنى أنه زاد الحجم overflow يعني زي الموية اللي تحطها في إناء يعني تخرج عن الإناء هذا فقال لك إنه الحج المكان اللي في الذاكرة هذا اللي نبغى نحط فيه القيمة هذه زاد وفاف برة وطلعنا رقم غريب جداً هذا طبعاً خطأ مهم جداً خطأ بسيط جداً لكنه مهم ومثلاً من أشهر القصص هو أحد الصواريخ اللي كان كلف 300 مليون دولار وأول ما نطلق الصاروخ هذا انفجر بسبب المشكلة البسيطة اللي نشوفها قدامك هذه فلا تحتقر المشاكل مثل هذه فلذلك أنا ذكرت لك إنه الإكسبلسيت تايب كاستنج حاجة خطيرة جداً لابد أنك تتأكد لما تجي تسوي إكسبلسيت تايب كاستنج لما تجي تكتب زي زي الشي اللي شفناه قدامنا هنا تجي تقول أبغى أحول الانت البايت أنا المسؤول عن الشي هذا مضبوط طبعاً مو بس كده ممكن أنك تقول هنا أفرض مثلاً هنا عندك دبل زين ودبل ما أدري عشرة فاصلة مثلاً ثمانية زين وتبغى تحول الانت مثلاً هنا تبغى تحول الانت الدبل زين الكمبيوتر بحاول قدر جهده طبعاً عادةً بيشيل لك الفاصلة الكمبيوتر خلنا نجرب نشوف هنا نجرب نشغل برنامج فعلاً شال لك الفاصلة الثمانية فهنا الإكسبلسيت تايب كاستنج ما ضرك عادي مشى و معك فإذاً في بعض الأحيان تحتاج الإكسبلسيت تايب كاستنج ممكن تسوي الإكسبلسيت تايب كاستنج لكن كن حذر بالحالة هذه لما أنت تفرض على الكمبيوتر أن يحول لك من ديتا تايب إلى ديتا تايب أصغر منه من ناحية الحجم